جعل الله تعالى بلطفه ورحمته الأشهر القمرية مواقيت للناس تيسيرا لهم ويعانة على معرفة مواقيت معاملاتهم وعباداتهم من الصيام والزكاة وأوقات الحج ونحو ذلك قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج والميقات من التوقيت وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به فكما أن للحج مواقيت يحرم منها من مر عليها قاصدا الحج فكذلك له مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا فيها قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة وهذا يدل على تعظيم شأن الحج فقد جعل الله تعالى له أشهر مع أنه لا يستغرق إلا أياما معلومات ولا يحرم بالحج قبل أشهره وذلك لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي في أشهر الحج المعلومات فلم يرتب الله تعالى أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج ومن عقد النية بالحج في هذه الأشهر وجب عليه إتمامه وإن كان تطوعا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار وهو ما يمنع من إتمام النسك بعد الإحرام من عدو أو مرض أو نحو ذلك